اهلا وسهلا بحضراتكم دي حلقات وده يعتبر الحلقة دي مقدمة بتتكلم على سلسلة الحلقات او مجموعة السيشنز القادمة هتشرح بشكل تفصيلي وشيء من يعني من البريفنج حوالي الكونسبت المختلفة لمنهج ريسيرش ميثودز او منهج البحث الاني طبعا ممكن تبقى تطبيقاتنا تتعرض لأكتر من تخصص يمكن يبقى فيه جزء من التركيز على البيزنس والمانجمينت بشكل عام وقد نتطرق طبعا لموضوعات لي علاقة بالسوشل ستاديز والعلوم الانسانية اضافة لكده هنقول امثلة من العلوم المختلفة يعني من الميديسن مثلا من علوم لي علاقة بالانجينيرينج او ما شابه علشان تكون سبيل او وسيلة تستخدك لجيد في فهم الكونسبت او الكونسبت ومفاهيم ريسيرش ميثودزي طبعا الحلقات دي اسعد بتعليقات حضراتكو على السوشل الميديا المختلفة سواء كان اليوتيوب او الفيسبوك والتويتر ان شاء الله تنزل عليهم كلهم كان فيه مجموعة حلقات سابقة بس كانت بتتناول اجزاء ولم تستكمل الحلقات دي بتستكمل ده وان شاء الله كل حلقة سيشن من دول هتكون لها عنوان ولها ترتيب بحيس حضراتكو تقدروا ترجعوا للجزء المناسب فيها في اي وقت وبردو يبقى الوردر مناسب بحيس ممكن تختار حلقة مباشرة تدخل عليها مش لازم تسمع كل الجزء ده النهاردة وبشكل برضو سريع هنتعرف به على الخطوات العامة اللي بيتم بيها مناهج البحث العلمي وحتناول فيها ما يخص نوعا ما الماجستير والدكتوراه والماجستير على اختلاف انواع ودكتوراه على اختلاف انواعها وتخصصاتها بس طبعا الكلام هنا شوية هيبقى مختصر وفيه شيء من الاجمال والتفاصيل هتأتي لحقا هنا احنا غالبا في الشكل اللي هيبان قدام خطراتكو ده على الشاشة غالبا لما نتخرك بتبقى بنلين عدد من المواد بندرسة عدد من المواد ممكن تكون السهم ده يمثل رحلة الدراسة بتاعتنا رحلة الدراسة دي ممكن تكون ماجستير MBA في مجال البزنس او ماجستير ماستير أف ساينس او ممكن تكون الدكتوراه غالبا بيبقى لنا عدد من المواد تقترب من ثمان مواد يعني فيه اربعة واربعة ثمان مواد دول اساسية شوية الثمان مواد الاساسيه ممكن تتقسم اربعة واربعة حسب النوع والتخصص بندرس مثلا اربعة مواد اساسية جدا مواد تانية تتعلق بالعلوم والساينس اللي احنا فيه ده بشكل تفصيلي يعني مثلا ندرس في دنيا البيزنس management accounting ويمكن جزء له علاقة به human resources وجزء له علاقة مثلا به financial planning أو financial management الاربع مواد التانيين تفصيلين شوية فممكن ندرس مثلا او نبتدي ندرس بعض مواد زي strategic management او زي strategic HR او ما شاء ده بعد ما نخلص التمن مواد دول بنبتدي يبقى عندنا شيء من التخصص يعني ندرس اربع مواد الاربع مواد دول بيبقوا متعلقين بالفرع اللي انت اتخصصت فيه زي مثلا في البيزنس ممكن ندرس حاجة ليه علاقة بالmarketing حاجة ليه علاقة بالستراتيجي حاجة ليه علاقة بالجلوبال بيزنس او حاجة ليه علاقة بالفاينانس فناخد الاربع مواد دول الاربع مواد دول هنبقى بندرسهم مركزين شوية على التخصص ده وبعدين يتبقى عندنا اربع مواد كمان ممكن دول حسب الجامعة جوة مصر او بره مصر وكلامي هنا نوعا ما يشمل الاثنين ممكن تدينا اختيار شوية وكان دي مواد اللي اكتب يدولنا اختيار من مادتين الى اربع مواد نختار احنا المادة اللي عايزين ندرسها بشكل ادفانسد شوية في مجموع الستاشر مادة تقريبا اللي بندرسهم طيب بعد ما نخلص بعد ما نخلص مطلوب مننا نعمل رسالة الرسالة على مستوى الماستر بنسميها اكتر وبتستخدم في الليتراتشر وادبيات الكتب والساينس أو برسيرش ميثيو دولوجي انها فيسز الرسالة العلمية على مستوى الدكتوراه اسمها دي سرتيشن الكلمتين بيستخدموا احيانا بالتبادل في حالة عدم ايه يعني تدقيق ودقة شديدة في الكلام انما خلينا دايما نتفق ان كلمة فيسز بتمييل الى الماستر او اي درجة ماجستير بعمل رسالة علمية بتاعتها والدي سرتيشن بتمييل اكتر لدرجة الدكتوراه طيب المفروض اعمل الماجستير او الدكتوراه ازاي الحابب عندنا عدد من الخطوات ثابتة دول اللي بشرحهم فوق هنا هبتدي احطوهم هنا خطوة خطوة ستة خطوات اساسيين وحقول اسم ده ايه من مناهج البحث العلمي الاول problem definition ومش مقصود بالproblem انها مشكلة فقط لا هو اصطلح على ان اسمها problem definition بس ايه الحقيقة بتستخدم على انها تعريف للموضوع اللي هشتغل عليه الميجر والماينر كوستشن وليه عدد من المكونات هتيجي في الحلقة او حلقة تالية ان شاء الله وبعدين لو عرفت مشكلتي كويس سواء كانت problem او opportunity هي question هو ده اللي هسعى للاجابة اليه او عليه هروح اراجع الليتراتشر الكلمة دي literature review literature review يعني ايه يعني براجع ادبيات العلم وما انتج من العلم وما اتفق عليه او مختلف عليه في الساينس عشان اشوف يا ترى ال diversity والجاب فين اللي بتعالج والانسب منهم من models و theories و science عشان يعالج المشكلة او الموضوع اللي انا اخترته ده لو ورتنا الليتراتشر بتقول ايه بشكل prevailing ولو ورتنا الجاب فين وبدأت تسيلكت من الليتراتشر تدمج ده مع ال problem في شكل حاجة اسمها rd او research design ايه research design ده اللي بنقول فيه ازاي هناخد العلم اللي هنا ندمجه مع المشكلة دي والاسئلة اللي هنا عشان نحله لو تفاصيل وفي اغلب كتب research methods بيحتل تقريبا اكتر من نص الكتاب يعني ممكن لو الكتاب 20 chapter يبقى عندنا 10 chapters لresearch design او ما شابه لو خلصت research design ورجعناه والطنبين عليه كويس السادة المشرفين اللي معاك الناس اللي هي المفوضة عشان تراجع معاك science ده نقول طيب خلي بالك فيه نقطة مراجعة كويس اوي هنا بالدرجة ان في بعض الجامعات وكتير منها والرانكت بالذات والquality يعني universities and faculties بتقول لا ده انا هراجع ده كويس وهدخل معاك في مراجعة شديدة علشان ممكن دي تمنح عليها درجة مستقلة لوحدها بخلاف الخطوات التالية اللي ممكن تتعمل طيب ايه الخطوات التالية اللي هم اربعة وخمسة وستة دي يعني data collection دي data collection اجمع data اجمع data المين لرسيرش ديزاين ده الخطوة اللي بعدها analysis امسك ال data دي اتعامل مع ال data دي وهنقول نوعها ايه واللي عارف بنقوله ان دي primary data وكل ما سبق research design اسمه secondary data ال data primary اللي اتجمعت لرسيرش ديزاين ده اعمل لها analysis نتيجة ال analysis ده سواء كان بطريقة quantitative او طريقة qualitative وهنتكلم على مناهج quantitative والqualitative في التحليل ومناهج qualitative والqualitative في ال design في حلقات راحقة بس انا هنا تاني في ال introduction هاروح بعد كده اطلع من ده conclusion طيب لو عملت الست خطوات دول كده انا عملت ايه انت خلصت thesis او dissertation بتاعك طيب الست خطوات دول اللي هم اسم اه هناخدها في حلقة تالية واشرحهم بالتفصيل اسمها deductive approach او نميل ان يبقى اسمها deductive approach سواء كانت ستة سبعة او ثمان خطوات بس دول الست خطوات الاساسية طيب ده عشان استوعبو او احققو محتاجة research methodology الحقيقة يصحي عندك ثلاث جرعات مكسفة من research methodology اكروس الرحلة الدراسية بتاعتك تقريبا اتناشر الى ستاشر ساعة في الاول دول كانهم introduction ودي اغلب الجماعات بتقدمها حتى اللي ما كانش بيقدمها من الجماعات بدأ يتدارك ده ويقدمها دلوقتي التلاتين ساعة الى ستة وتلاتين ساعة بعض الكليات والجماعات في مصر وبرا مصر منطقة بتاعتنا بيقللها شوية الى 24 ساعة بيعتبر قليل شوية انما المدة المعقولة من 30 الى ستة وتلاتين ساعة التلاتين ساعة دول بندرس فيهم research methodology بشكل مكسف شوية وبعدين عندنا بديلين اما اني بيكون معاك مشرف او اتنين وتعمل thesis كاملة اللي هي ستة خطوات اللي فوق وساعتها بتحتاج وقت يقترب من اربع شهور الى ستة شهور تقريبا اربع شهور الى ستة شهور بالمتابعة مع المشرف ومساعد المشرف علشان يقدروا يدعموك بأفكار ومراجعات ويتطمنوا ان انت ماشي في المسار العلم السليم طيب بعض الجماعات والكليات بتقول لا هبدلها بكريدت اوارز ممكن برضو ده حل مطروح وان كان انا شخصيا لا افضله لانه بينعكس على المستوى الفني والكفاءة الفنية لخارج الماجستير طيب وحتى الدكتوراه طبعا انما ما بتحصلش اوه في الدكتوراه الماجستير ممكن يجيوا ليه اه يقول طيب بص انا اخليك تعمل جزئين فقط من الاجزاء اللي فوق دي اللي هما مثلا وبيسميها سيمنار كورس او مقصود بيقى في اغلب الجامعات الجزء الاول والتاني او الخطوة الاولى والتانية اللي ها وقد يزاد عليها الجزء اللي علاقة بي بس الغالبية او الكل طالما ما عملش الفل بتاعت الديدكتب بيقول لا خلاص وقف هنا ويكفيني الخطوتين دول ومعاهم بالكتير ويقول شكرا انت كده اتميت المواد المؤهلة وانتكت محتوى بيقول انك قدرت تانتجريت الستاشر او العدد المواد السابقة دي وربطوهم في رسالة علمية او جزء من الرسالة العلمية رسالة علمية يعني thesis او dissertation والجزء اللي هو seminar او ال project لو استكملنا ده يبقى انهينا المكون بتاعنا وغالبا يعني اي منهج من دول سواء كان على مستوى thesis او dissertation ماجستير او دكتوراه حيطلبنا في كتابة الست خطوات دول باحد الكتابات او الطرق المتفق عليها الكتابة العلمية واشهرهم واللي بتستخدم بكسافة بالذات في مجال social studies ويمكن كمان البزنس ويمكن في منطقتنا مصر والبلاد المحيطة بيها حتلاقي ان احنا بنستخدم حاجة اسمها APA format APA format اللي هو American Psychological Association الجمعية of the psychologist حطت standard بقاله فترة طويلة وبعبدية الطول والوقت مسته وقيمته زي اي فورمات تاني مايفرقش عنه غير في الطريقة بيحفظ حقوق الافكار للاخرين بيحفظ العلم اللي بناخده من اخرين وبيحفظ احنا كمان حقنا فيما كتبناه وانتجناه في الرسالة العلمية دي كانت introduction شكرا جزيلا لخضراتكم ونلتقي في حلقة قادمة ان شاء الله شكرا جزيلا واسعد باطراحتك واسئلكم شكرا شكرا جزيلا